اهلا بكم من جديد اذا نتابع وإياكم الآن أبرز الأخبار عن مخزونات النفط التجارية والتي ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي لتظل فوق المتوسط الموسمي في خمس أو في خمس سنين في حين تراجعت مخزونات البنزين وزادت مخزونات المقطرات وأشارت أيضا بياناته من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مخزونات النفط الأمريكية الخام زادت بحوالي المليونين ونصف المليون برميل في الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشيروا إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل بالتأكيد هذا أيضا خبر آخر ضغط على أسواق النفط بالتأكيد بالإضافة إلى أن السعار الدولار الأمريكي متزال عامل ضاغط ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر على كل السلع المساعدة فيما يجعله أكثر كلفة على حملية العملات الأخرى ويكون أكثر ربحية لهم أن يبيعوا هذه السلعة ماذا نسلها؟ وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماسا الاستشارات معي هنا في الاستوديو للحديث أكثر عن موضوع النفط مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا الترند الهبوطي للنفط إلى متى سيستمر برأيك؟ أعتقد في الوقت الحالي من المستبعات في الوقت الحالي الحكم على عملية استقرار في أسعار النفط الحالية بناء عن معطيات الحالية فإننا مجموعة عوامل الآن تضغط على أسعار نفط وأعتقد بأنه بشكل عام حتى الريكوفري اللي صارت أو التحسن اللي صار ولي رفع أسعار نفط من سوية الـ 45 دولار إلى الـ 68 دولار أو الـ 58 ممكن كانت عملية هشة بشكل أو بآخر فإننا مشروع التقاط لازم نأخذها بالاعتبار النقطة الأولى هي قوة الدولار الأمريكي في الوقت الحالي أعتقد من وجهة نظر اقتصادية أساسية قوة الدولار الأمريكي لم تنتهي بعد والسياسات الفدرالي الأمريكية حتى لو أنه تأخر برفع أسعار فادها أعتقد من الواضح بأن الدولار الأمريكي اتخذ اتجاهه السعودي بشكل أو بآخر خلال المرحلة القادمة بمعنى آخر المكاسب الحالية للدولار الأمريكي لم تنتهي بعد هذا سوف يضغط لا سوف فقط على أسعار نفط سوف يضغط أيضا على أسعار دهب وعلى أسعار بقية السلع هذا أولا ثانيا نأتي إلى مجموعة العوامل المتعلقة بسوق النفط نفسه الآن الأسواق العالمية تعوم بالمعروض النفطي هناك معروض نفطي هائل جدا سمعنا تصريح بارع أن منظمة أوبك لن تغير في مستويات الانتاج الحالية وهذا أيضا ترك تأثير سلبي على أسعار النفط في الوقت الحالي ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام طبعا يمكن نحن شفنا أنه مع بداية الاتفاق الإيراني صافي عنا نوع من التحسن أو نوع من التراجع في عز النفط ولكن النقطة المهمية في الموضوع بأن الاتفاق الإيراني أصلا قبل ما يسير كان في عنا نحن أريد مستويات المعروض النفطي مرتفعة هذا أولا فما بالك بإضافة 2 أو 3 مليون برمين نفط يوميا إلى أسواق النفط يعني برعيك أن هذا الاتفاق لم يتم تسعيره في السوق بعد أنا تقل بشكل أبا من ناحية المنطقية ربما لم يتم تسعيره لأنه لا ننسى شغلي أن الإيران لن تكون قادرة على ضخ 2 أو 3 مليون برمين نفط يوميا إلى الأسواق قبل ستة أشهر إلى سنة الآن إيران لديها قدرة لتكون ثاني أكبر منتج النفط في أوبيك بعد مملكة العربية السعودية بإنتاج يعني يوازي 4 مليون برمين نفط يوميا فما فوق الآن إيران لديها قدرة لنست لديها قدرة على تصدير أكثر من مليون برمين في الوقت الحالي بسبب العقوبات الاقتصادية هذا معنى أنه خلال ستة أشهر سوف تكون قادرة من بعد تنفيذ الاتفاق على تصدير 3 مليون برمين إضافية إلى الأسواق هذا معنى أنه إذا أوبيك لم تتخذ قرار بعملات تخفيض الإنتاج أو إعادة توزيع الحصص قد يعاني تعاني أسواق قد نفط من التراج وعندما تشتبر خدافة مازال خلينا نتوقف عن هذه النقطة لأنني سأعود إليها بالتفصيل لأنه هي عبارة دبي الطويل يعني نقاش الطويل اسمح لي فقط أن أحدث رقم أرقام سوق دبي مع الزميل عبداللطيف بخوش الذي ينضم إلينا الآن مباشرة مرحبا بك عبداللطيف ما الذي يحدث في سوق دبي الآن الجلسة بأخير لبناء إذن لم يحدث الشيء الكبير منذ بداية الجلسة تراجعات بحوالي 19 نقطة في سوق دبي المؤشر العام عند 4185 نقطة طبعا منخفض بحوالي 14% طبعا لم يحدث الشيء الكبير بالنسبة للأسهم وارتفاع الأسهم باستثناء فقط سهم سلامة المرتفع بـ 20 جزء من المئة وبنك الإمارات دبي الوطني مرتفع أيضا بـ 2% معظم الأسهم الأخرى القيادية أو الجزئية أو المتوسطة على التراجع لم تتفعل لم تتفعل عفوالي سوق دبي إيجابيا مع إعلان شركة إعمار مولز نتائج ربحية نصفية بتقاري 37% ارتفاعا طبعا النشاطي تركز اليوم حول بعض الأسهم خاصة GFH التي تدولت لحد الآن حوالي 16 مليون درهم أو عفوالي سهم سلامة أيضا حوالي 7 مليون سهم الخليج الملاحة وهيتس تليكم بما يقارب الـ 1.5 مليون سهم مع أمنات القابضة في سوق أبوظبي أيضا لم يحدث الشيء الكبير طبعا بالموازات مع إعلان البنك الإسلامي أو المصرف أبوظبي الإسلامي عن الأرباح النصفية وأيضا الربعية تراجعات على بعض القطاعات خاصة القطاعات البنكية المتراجعة بحوالي 15 مليون المئة أيضا القطاع البنكي أيضا متراجع بحوالي 15 مليون المئة فقط ارتفاعها طفيفة على طبعا بنك أبوظبي الإسلامي بمقارب الـ 1.5 بالمئة مع إشراق العقارية وأيضا سهم اتصالات مرتفع بحوالي 34 جزء من المئة تبقى التراجعات على منازل العقارية وإشراق وأبوظبي التجاري ربما تؤثر على أداء سوق أبوظبي لكن هناك من يترقب ربما أن تتفاعل من هنا إلى نهاية عمر هذه الجلسة السوقين سوق دبي وسوق أبوظبي إيجابيا مع بداية إعلان النتائج النصف صنوية وأيضا الربعية لـ 2015 شكرا لك يا عبداللطيف شكرا طبعا كان في وقت سابق لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي هذا المصرف الذي بالتأكيد على نتائج الربع الثاني وأيضا حدد التاريخ الثالث والعشرين من أغسطس القادم لبدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك بمقدار حوالي 500 و 4 ملايين درهم من خلال طرح حوالي 168 مليون ساهم جديد بالتأكيد كان لقاء معه للاستفتان أكثر عن النتائج وأيضا تخصيص هذا المبلغ لرفع رأس المال والذي قال بأنه لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم توسعات ونمو المصرف لنستمع لما قاله هذه الخطوة فادت عننا في نمو أرباح قطاع الأفراد وأرباحنا التفصيلية معلنة موجودة بالوابسايت لكل مجال عمل ولكن النمو الذي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وهو المعلن الآن أتى في كل القطاعات أتى في قطاع الشركات الكبرى في قطاع الشركات الصغرى في التعامل مع الأفراد ذو الثروات العالية والأفراد العاديين الزيادة التي أتت في قطاع التججئة للأفراد استفادت من صفقة باركليز هذا كان التعليق بالتأكيد البنك كان ضمن الحديث سيدة راضي المحمود قد وضح بأنه رفع رأس المال البنك من أجل الحفاظ على التوزيعات الأرباح لبعض المستثمرين وبعض المشاركين المساهمين في البنك بفضله أنه تستمر وبالتأكيد كان الإعلان أيضا بأنه سوف يتم إصدار الأسهم الجديدة لرأس المال وكما ذكرنا بمبلغ أكثر من 500 مليون درهم إماراتي بالتأكيد كانت تجي على شقين ولكن الأهم فيها بدي يكون فيها دعم لتوسعات البنك بشكل عام وأيضا رفع القاعدة الرئيس المالية له أهلا بكم من جديد حتى الآن على ما يبدو أن الأسواق العاملة في أوروبا ما تزال تشير إلى بعض الارتفاعات كنا قبل قليل نناقش موضوع النفط مع ضيفي هنا في الستوديو ما زنسلها وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماسل الاستشارات وبانتظار أرقام أوروبا دعنا نناقش شوي موضوع النفط وخصوصا أنه قبل الفاصل بالفعل كنت قد أثرت نقطة مهمة جدا موضوع أوبك واللي كان إلا تصريح أيضا بأنه ما نراه من تراجعات قد يكون لفترة قصيرة مع ذلك موضوع استراتيجية أوبك بالتعامل مع الحصة السوقية لها زيادة الإمدادات في السوق وقد يكون أيضا ظهور اللاعب الإيراني ممكن يكون هذا العام أو العام القادم طبعا حتى الآن من غير المعروف بالفعل متى سيتم إعادة هذه الإمدادات أو زيادة الإمدادات النفطية الإيرانية ما هو المتوقع؟ بصراحة أنا أعتقد أن كلما استمرت أسعار النفط في التراجع سوف تترك ضغوطا سلبية وتأثيرا سلبيا على أي قرار ممكن تأخذ أوبك خلال المرحلة القادمة نحن شفنا بأنه يصير خلال فترة ماضية كافية لدينا تركيز واضح جدا على معركة الحصص النفطية في الأسواق العالمية أوبك لا تريد أن تسمح لمنتجي النفط الصخري أو للمنتجين من خارج منظمة أوبك أن تكسب مزيدا من الحصص في أسواق النفط العالمية لكن هناك نقطة لا بدنا إشارة لها الرأي العام يبالغ أعتقد بأنه تأثير تراجع أسعار النفط على المنتجين الصخريين أو على مدى إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى نحن شفنا بأنه تراجع هذا الأسعار دفع الكثير من منتجي النفط الصخري إلى الخروج من الأسواق النفطية وأيضا هناك في عندك أنت كان تسريح لألاف الناس أو ألاف العمال أو المنظفين في قطاع النفط الأمريكي ولكن يترى ما هو تأثيره على قطاع الأقصاد الأمريكي والأقصاد الأمريكي بشكل عام أعتقد تأثيره متواضع جدا نحن نتكلم عن 150 إلى 200 أو 200 إلى 250 ألف فلسفة عمل في اقتصاد يكون عنده قدرة على خلق أكثر من 200 ألف فلسفة عمل خلال أكثر من عام كامل هذا أولا ثاني الأقصاد الأمريكي يحقق الموء أقصاد يعتبر جيد بأن الأقصاد متقدمة بمعنى بقاء أسعار النفط من التراجعة هو مفيد بالوقت الحالي لهذه الاقتصاديات بشكل أو بأخر ولا أحد يتوقع بأنه إذا كافي عندنا نحن تراجع وخروج للمنتجين النفط الصخرين هذا سوف يكون له تأثير مثلا سلبي أو أنه يدعم هذه التوجهة أبدا هذا موضوع هناك تأثير إجابي بشكل أو بأخر هذا موضوع على الاقتصاديات التي تعتبر المستوردة ثم أن الولايات الأمريكية بالأساس تنتج الآن ما يقارب 8 إلى 9 مليون برمين نفط يوميا تغطي إلى حد ما نصف الاحتياجات الأمريكية بشكل أو بأخر إذن أمريكا بالوقت الحالي ليست هناك من داعي للاعتماد على الاحتياجات الأمريكية الداخلية بإمكانها الآن أن تقوم باستراض النفط من الخارج بأسعار رخيصة وتحافظ على الاحتياط الذي تملكه خلال المرحلة القادمة لتوفيره للأسعار أنت منك متفائل بما يحدث بالرأيك أنه ليس كلمة متفائل لأنه نحن بدنا نأخذ أنه تراجعات النفط قد تكون إيجابية لكثير من الدول وصلبية لبعض الاقتصاديات والعقل الصحيح أنا شوفي ليس موضوع تفاعل أو تشاوم هناك منطق في الأسواق أو واقع هذا الواقع يقول بأن أسعار النفط ربما تبقى بعيدة عن الاستقرار في المرحلة الحالية وشو المستويات؟ شو القاع المتوقع للنفط؟ يمكن كلمة القاع محيرة هناك الكثير من التقارير التي تصدر من البنوك الإستثمارية العالمية حتى الآن ما حدا استطاع بالفعل أن يقرر شو هي المستويات القاع التي قد يصل إلى النفط ولكن برأيك هل بالفعل ممكن نرى الأربعين أو ثلاثين دولار؟ شوفي حتى نكون واقعين أكثر عدم الاستقرار في أسباق النفط العالمية يجعل هذه الأسعار معارضة للتراجع بشكل أو بأخر نحن شفنا ببداية العام نحن شفناها عند مستويات الخمسة وأربعين أو حتى الثلاثة وأربعين ومن الممكن أن تعود وتصل إلى هذه المستويات خمسة وأربعين أو ثلاثة وأربعين وصل إلى مستويات الثلاثين أعتقد أن هذه تكون فيها تحديات كثيرة كبيرة هذا يتطلب أن يكون في عندك معروض نفطي هائل يكون في عندك نوع من تراجع طلب العالمي ليس هناك نمو في الاقتصاد العالمي وهناك قوة هائلة للدولار أميكي هذا السناني قد يكون مبالغ إلى حد ما الصين خليني أمره على الصين قليلا لأنه على ما يبدو أنه لدينا الكثير من الوخاف القادمة من هناك هل تشارك بالفعل النظرية القائلة بأن الصين قد تظهر أو تكون سبب في أزمة مالية عالمية جديدة قد تكون بالفعل أنا مبالغة أشارك هذه النظرة لأنه شوفي الآن أليت الاقتصاد العالمي وأليت الدخول للصين في الاقتصاد العالمي يعني معقدة جدا وأصبحت الصين بشكل أبياء هي قاطرة للاقتصاد العالمي طب ليش بدنا نحكي عن أزمة مالية عالمية في حين الصين حتى الآن تسجل مستويات نمو تحلم بها دول أخرى شوفي ليش هذا الموضوع فقط في تحقيق مستويات النمو الآن الصين أنا كنت بي شوفي حتى لو تراجعت مستويات النمو ناتج المحنية تحت 7% عند 6.8 أو غيره هي مستويات نمو ممتازة ما الذي يخيفك إذن؟ الذي يخيف هي أسواق الدين في الصين مستويات الدين المرتفعة عند الحكومة الصينية والشركات التابعة لها هذه المستويات الهائلة من المارجي من الهامج المنتشرة في الأسواق الصينية دين داخلي دين داخلي دين داخلي ولكن هذه الشركات الحكومية منكشفة بشكل أو بأخر على مستويات عالية من الهامج ومستويات عالية من الداخل والخارجي وهذه الشركات أصبحت تستثمر داخل الصين والخارج الصين على الرغم أن هذه الديون داخلية على طريقة الدين الياباني ولكن هذا لا يعني أنه لنherelio من تأثير الشيب على الاقتصاد العالمي بشكل أو بأخر يعني يجب علينا أن نكون حذرين جدا معايير نمو الاقتصاد الصيني تختلف عن آلية الدعم الذي تقدم الحكومة الصينية ما السيناري المتوقع؟ السيناري أعتقد بالوقت لحالي ربما تكون الحكومة الصينية واعية شوفي نحن نشفتها بأن الحكومة الصينية تدخلت بشكل سريع وكان هناك نوع من ردة فعل القوية هناك ردة فعل وليس فعل يعني هذا الإجراء إجاءة كردة فعل على التراجعات التي صارت وليس كفعل حقيقي هذا معناه بأنه على الحكومة الصينية الانتباه إلى القيام بإجراءة حاسمة بهذا الموضوع نحن نشفتها في عندنا كتلة بشرية هائلة تأثير الصلب يأتي من أنه في عندك كتلة بشرية هائلة تم سحب جزء هائل من الأموال وضعها في الأسواق الصينية وبالتالي قد تؤدي إلى حلوس أسماء اجتماعية لا يمكن أن يتوقع شو ممكن يصير بمرحلة من المراحل ولا أنه ممكن سيناريو يكون يبعد شوي ولكن على الحكومة الصينية الانتباه إلى أن هذه المستوى العالم من الدين قد تسبب نوع من الهلع بالداول بالأسواق العالمية ومكم بالأسواق كيف له أن يتعامل مع هذا الموضوع ويستطيع ربما أن يتحوط من أي مشكلة قادمة أنا من الذين يؤمنون بأن هناك ما تزال فرصة قوية جدا للاستثمار في الأسواق الصينية وأنا أعتقد بأن تراجعات حالية في الأسواق الصينية قد تكون تراجعات مؤقتة بشكل أو بآخر هناك الكثير الكثير مما يخبئه الأقصاد الصيني خلال السنوات القادمة وهناك أيضا مستوى النمو وتعتبر ممتازة قياسا بالأقصاد العالمية أعتقد هناك قطاعات اقتصادية تتعلق بالقطاع التزيئة التجارة البنية التحتية كلها أعتقد تشير إلى قدرة الأقصاد الصينية على تحقيق معادات الموجودة أنا أعتقد بأن هذه التراجعات الحالية لن تكون مخيفة بمعنى آخر على المدى الطويل إذا ما أخذنا باعتبار 7% الذي يحقق الأقصاد الصينية وإذا ما أعتبرنا كما ذكرت أنه سيكون في تحرك من الحكومة الصينية تماما بالوقت أعتقد أنه يمكن الآلة للحكومة المركزية والقرار المركزي يمكن في بعض الأحيان قد يساعد أكثر من ترك الاقتصاد للعرض والطلب بشكل أب آخر وهذا أعتقد نقطة ربما تكون سلبية ولكنها إيجابية في بعض الحالات لا أحد يتوقع بأن الحكومة الصينية تتعامل بنفس المعايير الغربية البريطانية والأمريكية ولكن قدرة الحكومة الصينية على اتخاذ قرار حاسم بشكل أبقا قد يكون مفيد في بعض الحالات وبالتالي ربما في بعض الحالات التي تكون عندنا نحن ندور على الاقتصاد الليبرالي وعلى ألية العرض والطلب في الأسواق وعلى وجود قوانين واضحة قد تأتي في بعض الحكومة الصينية تتخذ قرار قد يكون لصالح الاقتصاد بشكل عام ولكن هناك معايير شفافية مطلوبة من هذه الحكومة مطلوبة من الحكومة من الشركات الصينية نحن نحن في عنا أنه إلى حد ما بقيت أرباحها ممتازة خلال نصف الأول من هذا العام هذه الشركات حققت أكثر من حوالي أعتقد 200 مليار دولار المكاسب خلال نصف الأول من العام وهي تعتبر أنتها جيدة قياسة بالمعايير الحالية طيب خلينا نأخذ شوي أيضا موضوع اليونان اليونان ما يزال موضوع شاغل وموضوع مهم ولكن على ما يبدو أنه في عنا خطوات سريعة ومتلاحقة بخصوص استيعاب تبني حزم إصلاحات وتطبيقة هل هذا يعني أنه نحن نوصل إلى الحلقات الأخيرة من هذا المسلسل أو لا الحلقات الأخيرة من هذا المسلسل في هذه السلسلة الآن وليست في في عنا سلسلات أخرى قد تكون هناك سلسلة أخرى فبعد 63 إذا لم تنجح الحكومة لأننا نتذكر تماما لبناء أنه قبل 63 أو 64 حصلت الحكومة اليونانية على دعم من قبل أشركاء الأوروبيين والآن تأتي للواجهة هذه الأزمة الطحنة وأعتقد بأنه إذا فشلت الحكومة اليونانية بتحقيق الإصلاحات المطلوبة بنوع من إيجاد السياسة الاقتصادية الممتازة وتخفيض معدلات البطالة والكورابشن الفساد وإلى ما هنالك سوف تكون يعني نقابة قوصين أودنا من حلوث أزمة أخرى الآن هناك حوالي 98 مليار يورو قد تكون في طريقة هذه دعم اليونان خلال السنوات القادمة ولكن على اليوناني الآن يعني الآن الكوراب في ملعب اليوناني الآن الأوروبيون يعني قاموا بما كان متوقع وقاموا باحتواء اليونان بشكله بآخر الآن اليونان تريد أن تحقق هذه المعين ليس هناك خيارات أصلاً أمام اليونان بشكله بآخر يا أما أن تقوم بعملية إصلاح قاسية وإجراءات قد تكون غير شعبية يا أما أنه سوف تكون قابة قوصين أو أدنى من أزمة أخرى بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين تدفع بها عند ذلك إلى الخروج من منطقة اليورو والانتهاء منها بشكله بآخر يعني لا يريد الأوروبيون بشكله بآخر الحصول على أزمة أخرى وعلى أنه والله بعد ثلاث سنين تجي موضوع اليونان مرة تاني ويلا يدعموها مرة تاني أعتقد هذا السيناريو الآن الأوروبيون بعد هذا الدرس تعلموا تماماً هذا الموضوع يا أما أنه سوف تبقى اليونان ضمن الشروط التي يريدها الأوروبيون أو أن اليونان سوف تخرج وأعتقد بأن هناك صناع قرار في السياسة الأوروبية وضعوا السيناريو خروج اليونان على الطاولة بشكله بآخر وإلى هذه اللحظة أعتقد هناك الكثير من الخبراء الأوروبيين الذين يدرسون تأثير خروج اليونان أو تأثير خروج أي دولة أخرى محتملاً على اليورو وعلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشكله بآخر وبالتالي اليونان الآن لديه خيار واحد الالتزام بالإصلاحات التي أقرها الأوروبيون الالتزام بالسياسات النقدية التي أقرها والتي فرضها البنك المركزي الأوروبي والتي فرضها صندوق النقد الدولي وبالتالي عند ذلك قد يتم خلال ثلاث سنين تعديل أو تحسين في مستوات الدين المرتفعة تراجع في مستوات البطالة في عندك نوع من الإنفاق الحكومي التي تحسن شوي العوائد على السندات اليونانية قد يعود إلى الارتفاع مرة أخرى ويخفف من كهل الدين على حكومة اليونانية إذا حصل هذا السيناريو خلال ثلاث سنوات تكون اليونان قطعت المرحلة الصعبة أعتقد الآن من المبكر الحكوم على هذه السياسات أو على قدرة المنائة على البقاء في اليورو في الوقت الحالي في الوقت الحالي تم احتوال الأزمة مازل نسلها بالمؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماس لإستشارات شكرا جزيلا لك غناء هذه الفقرة ونهارك سعيد